رعى ميثاق العمل الوطني الحقوق والحريات الإنسانية التي تؤطر سير الحياة في مملكة البحرين الميثاق قام بركائزه على مبدأ رعاية الإنسان وتمنتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها الغاية الأسمى لشكل العيش في دولة مدنية حديثة تمضي نحو التطور والنماء بثبات وتدرج متزن 22 عاما وما تزال ذكرى ميثاق العمل الوطني تشع ببريقها الأخاذ لما لها من طابع خاص وتأثير إيجابي مباشر على شكل الدولة المدنية الحديثة في مراحل تطورها كافة التي مرت بها بثبات وتدرج متزن لتستمر الحياة فيها والجميع يشاهدون قاطرة التحديث في البحرين تستمر بمضيها نحو نماء متكامل لقطاعات العمل المختلفة ولعل من أهم تلك المجالات مجال حقوق الإنسان الذي تم بلورته بتشريعات وقوانين تكفل للمواطن التمتع بحقوقه كافة وذلك جاء بمثابة ضمانة مطلقة على ترسيخ الالتزام بحقوق الإنسان وحرياته كنهج وطني تؤمن به القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبعزم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السموم الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ميثاق العمل الوطني قام بركائزه على حقيقة مطلقة ألا وهي أن رعاية الإنسان وتمتعه بحقوقه غاية سامية مبدأ حضاري توازى مع تعزيز مفهوم الارتقاء بحقوق الإنسان لينعكس ذلك على أدوات العمل الحقوقي بالمملكة وعلى جميع الأصعدة ميثاق لم يخفل عن وضع الرؤى التي تحمي الطفولة والأسرة إضافة إلى مواصلة سن التشريعات وتعديل القوانين التي تحمي حقوق الأفراد والجماعات عبر تطبيق العدالة والمساواة بين صفوفهم بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم ومعتقداتهم ناهيك عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص معززا من مبدأ تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي وضمان المشاركة السياسية للجميع وبالأخص للمرأة البحرينية في إعلاء شأنها والمساهمة في إدماجها بين أروقة التنمية الوطنية وكل ذلك جاء مرهونا بإنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان كإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء اللجنة الوطنية للطفولة وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وتأسيس وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين مثاق العمل الوطني راعى الحقوق المدنية والسياسية كالحق في سلامة الأنفس وتجريم التعذيب والاحتجاز التعسفي وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة والطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع كالحق في كل من الغذاء والتعليم أو الحقوق الجماعية كالحق في التنمية لكل الناس وفي كل الأوقات